إدانات عربية ودولية متواصلة لحادثة حرق متطرف سويدي لنسخة من المصحف الشريف بتعليمات من أمير المؤمنين الملك محمد السادس جرى الصدعاء القائم بأعمل السويد بالرباطة واستدعاء السفير المغربي بالسوكولم للتشاورة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمة بالخارج أوضحت أنه تم التعبير للديبلوماسي السويدي خلال هذا الاستدعاء عن إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول وأكدت الخارجية المغربية أن هذا العمل العدائي غير المسؤول يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة المتزامنة وموسم الحج وعيد الأضحى المبارك رابطة العالم الإسلامي أدانت بأشد العبارات جريمة حرق نسخة المصحف الشريف في العاصمة السوكولم في مشهد المشين والسفززي لمشاعر المسلمين لا سيما في عيد الأضحى المبارك الرابطة أوضحت أن هذا الفعل من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية وإثارة المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرف وعلى نفس المنوال أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات سمح السلطة السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم وأكدت الجامعة أن مسؤولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية أو الإسلاموفوبيا وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم مشيرة إلى أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء وردا على موافقة السلطة السويدية على حرق نسخة من المصحف الشريف طالب البرلمان العربي الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة المنتجات السويدية وعدم الصفر للسويد وشدد البرلمان العربي على أن الانتهاكات ضد القرآن الكريم تعد جريمة مكتملة الأركان ترفضها كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام الأديان والكتب المقدسة ومنع ازدراء الأديان مواقف الإدانة صدرت أيضا من عدة جهات دولية حيث استدعى الأردن السفيرة السويدية في عمان احتجاجا على حرق نسخة من القرآن الكريم فيما عبرت تركيا عن إدانتها لحرق المصحف الشريف وصفتنا الخطوة بالعمل الحقير والمثير لشمئزاز